أن المبعوثة الدولية قر بفشل هذه الجولة لكنه قال إن المهمة هو العودة إلى مسار جينيف لحل الأزمة سياسيا في الإبن فيما يخص الأيام الثلاثة الماضية بدأنا بالعودة إلى مسار جينيف لم تكن بالشكل المطلوب لكننا عدنا كانت مشاورات جيدة مع وفد الحكومة اليمنية وأنا أشكرهم على الحضور والالتزام بجدول المشاورات ناقشنا عدة ملفات على رأسها الجانب الإنساني وتوفير اللقاحات للأطفال اليمنيين